اشتركوا في القناة في الاجتماع المقبل لربما لكن بيانات الوظائف القطاع الخاص غير الزراع التي جاءت بأفضل من التوقعات لربما قد تعيد الحسابات اليوم بالنسبة للتوجهات للفيدرالي وما لاحظناه أيضا من تحركات الدولار الذي يستقر نوعا ما في هذه الجلسة صباح خير فالي نعم بالفعل جاءت تقرير البلائف الغير زراعية على بكثير من الـ الـ expected rate اللي هو كان 180 ألف وظيفة وجاء عند الـ 2036 ألف وظيفة مما كان في تقلبات كثيرة بالأسواق خصوصا أفعار الذهب التي من بعد أن رأت مكاسب كبيرة عند الـ 2080 انخفضت إلى ما دون الـ 2000 دولار حيث خسرت أكثر من 50 دولار هذا اليوم عن تقرير الوظائف وبالفعل ممكن أن نرى أن الفيدرالي كانوا مسعارين أنه سيكون في تثبيت الأسعار الفائدة في يونيو ولكن مع هذا التقرير ممكن أن نرى تغيرات خصوصا من الفيدرالي في السياسة النقدية التي سنراها في شهر القادم نادية يعني المنفت اليوم هو ما يتعلق بأزمة القطاع المصرفي وهناك بعض الإشارات التي تحذر اليوم من أن بانك باكوست أيضا من المرتقب أن يكون هناك علامات استفهام ودخول أيضا كرابع بنك في حال التعثر اليوم النقاط الرئيسية التي نسلط الضوء عليها لربما هي موضوع التدقيق المحاسبي وما لاحظناه بأنه KPMG كان هو المدقق المحاسبي للبنوك المتعثرة الثلاثة كسيليكون فالي وأيضا لسيجنيتشر وفيرست ريبوبليك بانك برأيك اليوم إلى أي مدى هذا الأمر لربما من الضروري أن نسلط الضوء عليه في ظل الأزمة التي نقع فيها بالنسبة للقطاع المصرفي طبعا KPMG كأودترز تحت ضغط كبير من بعد أن حللوا الساين أوف بتاعهم بعد دو ويكس أنهار كان فيه أنهيار Silicon Valley وSignature Bank وطبعا هم تحت ضغط كبير ولكن كان لازم بالتقارير يعرفوا أي شيء عن الـ Financial Health طبعا هذه البنوك ولكن طبعا الآن نحن نتوقع أن يكون فيه أكثر من البنك يعني حتى PacWest يعني أصار الضبابية أكثر في الأسواق وأيضا نرى الآن يعني الدولار بمعنى فيه Stabilizing ولكن مع المالذات الأمنة ما زالت فيها مكاسب كبيرة من وراء الانهيارات هذه البنوك وأيضا طبعا يعني KPMG وأخرى يعني كمان نرى أنه فيه يعني غير هذا الضغط يعني كان لازم فيه التحليلات أن تكون أكثر دقة وأكثر كير عشان نعرف أن يعني صحة هذه الشركات لم تكون مضمونة في آخر فترة مفروض يعني نعم نادية يعني الملفت اليوم أيضا التحركات لدينا وعودة المكاسب على أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة نوعا ما يعني انحسرت المخاوف بخصوص الركود الاقتصادي برأيك اليوم المعطيات اللي عم نشهدها وخاصة من الاقتصاد الأسيوي والصيني بالتحديد برأيك إلى أي مدى ستؤثر على الطلب وأيضا على دعم أسعار النفط في هذه الجلسات المقبلة يعني ساري بلشنب انخفضت الإمدادات في شهر مايو وذلك الساهم نوعا ما في ارتفاع أسعار النفط ولكن ما زالت تحت ضغط يعني ولكنها صححت طبعا من الأسبوع الماضي عندما خسر أسعار النفط يعني 5% فصححت هذا الشيء ولكن مع بيانات مثلا الـ CPI هذا الأسبوع والناتج المحلي وأيضا نوعا تجعل الشركات يعني هذه كلها عوامل تسبب في أنه الطلب زيادة الطلب أو انخفاض الطلب على أسعار النفط نعم ولربما نادية يعني ارتفاع أسعار النفط لن يكون في صالح أيضا بيانات التضخم الأمريكية والتي ستثقل أيضا فاتورة الطاقة على الاقتصاد الأمريكي صح بالفعل يعني إذا جاءت ضخم وارتفع ذلك سيكون في يعني مش سيكون في مصلحة أسعار النفط ويعني ستكون حسمة هذا الأسبوع هذا الأسبوع عندنا يعني بيانات كثيرة وأيضا من بريطانيا وأوروبا أيضا والصين فهذا الأسبوع تحركات الأسواق بالفعل ستكون عند الإلكراميك اندكيتوريز التي يعني ويويت فور نعم نادية البلاسي محللة الأسواق في إيكويتي جروب شكرا جزيلا على هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر